موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا أبناء العزاء أبناء التعليم الفني الصناعي تخصص فني لحام وتشكيل المعادن صف الأول بدنا مع بعض في الحلقة الماضية بداية الوحدة اللحام والقليلين شرحنا أو تكلمنا مع بعض أو اشتغلنا مع بعض دينا السلامة والصحة المهنية بالنسبة للوحدة التجهيز المكان مرورا بآخر حاجة ويفنا عندها وهو الغاز السلين أو هي الغازات اللي بستخدمها معنا في عملية اللحام فنبدأ مع بعض إن شاء الله الحلقة النهاردة بنحنا نشتغل نعرف نتعرف على بداية إيه الغازات واستخداماتها وأنواحها ودرجة حرارتها ومميزاتها مرورا بباقي الوحدة إن شاء الله نبدأ مع بعض اللحام بالأكسستيلين يصنف اللحام بالأكسستيلين ضمن أنواع اللحام التي تستخدم الطاقة الكيميائية وده إحنا قلنا إيه هي الطاقة الكيميائية لأما إحنا شرحنا وقلنا مثلا أنا عندي لحام الغاز اللي بستخدمه أو الغازات اللي بستخدمها من أهمها غاز الاستيلين وغاز الاستيلين قلنا بينتج أو بنستخرجه إزاي بيستخرجه من وجود أو تساقط مياه بترات حالات حالة الأولى قلنا تساقط الماء على كربيد الكالسيوم أو بتساقط الكربيد الكالسيوم على الماء أو الحالة التالتة تلامس الماء بكربيد الكالسيوم وقلنا المعادلة بتاعتها بتكون عبارة عن إيه ماء زائد كربيت كالسيوم بيساوي استيلين ساهم عليه حرارة طبعا لانه بيكون في درجة حرارة عالية شوية عشان كده لما بيانتجي الاستيلين بيكون بيمر بيمر عمليات تبريد في الغاز في الموسير بتاعته هو بيتم نعملية سحبه تمام يبقى ده ده لنحياء الكيميائية اللي بيقصد او المقصودة بين انتاج ضمن انواع الحاملات تستخدم بالطاقة الكيميائية يبقى ده المقصود بايه بين ضمن انواع الحاملات تستخدم بطاقة الكيميائية استخدام الغاز بيكون هو استخدام الكيميائي ونقول نحن يمكن استخدام عدة غازات لتوليد الحرارة في عندي كنوع من انواع الغازات لتوليد الحرارة قلنا اول حاجة مثلا لهيدروجين او البريود البروبان اعسف البروبان او الاستيلين ولكن افضل افضلهم بالنسبة لنا الاستيلين اللي هو رمزه الكيميائي C2H2 عن باقي الغازات واحد اول حاجة المجزة اللي بتميزه انه درجة الحرارة بتاعت اللهب بتاعته عالية جدا بتوصل من 2277 الى 2437 درجة ده دي درجة حرارته فده بتميزه عن درجة عن باج الهيدروجين او البروبان اتنين سرعة احتراق عالية مما يجعله ينتج ايه لهب اكثر وهذا يزيد من ايه من تعملية تركيز الحرارة وده جلنا احنا عايزين نركز عملية الحرارة في منطقة محددة فبالتالي تحصل عملية الانصهار في المنطقة بس ما تسلش اه درجة او ما وزعش من درجة الحرارة الحرارة في كل مكانه بس تمام ثلاثة القدرة الحرارية للهب الاستيلين اعلى من باقي ايه من باقي الغازات تعالى مثلا احنا نمتدي نجمع الاجزاء بتاعتي او نتعرف على اجزاء اللي احنا نشتغل بيها من خلال فيديو صغير هنبتدي نشوف ايه اللي بيجمع الطالب او زميلكم بيجمع المنظمات الغاز وحنا نبتدي نعرف بعدين منظمات الغاز من خلال الجزء الاولاني بيجمع بيجمع المنظم اللي فيده وهو ده جزء من اجزاء اللحان بالغاز فالجزء ده لازم ان اكون بعمالية تركيبه في الاستوانة بتاعتي اه ده منظمات للنظمات الضغط هنشرحها مع بعض اجزاء واحدة الوقت هنشرح ايه منظمات والاجزاء بتاعتها بس نتعرف عن جزء وطريق التركيبه في الاستوانة يبط انا عندي اول كطعت او جزءين عندي هنا هنوجف هنا كده انتعرف بس مع بعض على حاجتين انا عندي اول حاجة هنا مين? عندي في الاجزاء بتاعتي الاستوانة دي استوانة الاكسجين استوانة الاكسجين بتتميز باللون اه بتتميز باللون الاعلى من فوق كده اولا بترهد حاجتين يميزها عن الاستلين حاجتين تتميز استوانة الاكسجين عن الاستلين استوانة الاكسجين تربط بمحبس نحاس المكان او المنطية دي او الجزء ده كده بيكون جزء نحاس اما باقي الاستوانة مصنوعة من الصلب المسحوب مصنوعة من الصلب المسحوب طب منظم نحاس طيب انا شفت من على بعض يعني عشان اقدر افرق بين استوانة الاكسجين واستوانة الاستيلين لها طريقتين في التفرق بفرق بالنظر من على بعض بجرد ما بص من على بعض افهم او اعرف ان دي استوانة الاكسجين وده استوانة استيلين انا طب روح تقربته بجرب لها طريقة تانية للتعرف عليها برضا اول طريقة للتعرف ان انا بيكون عندي اه شكل الاستوانة بيكون اه موجود عليها اعليها محبس نحاس تاني حاجة الاستوانة اه بتكون مميزة بالجزء اللون الابيض من اعلى زي ما احنا شايفين كده باقي الجسم بتاعها ممكن يكون اسود او اخضر او هو غالبا بيكون اسود اه وكده لكن الجزء الاعلى فيها من فوق بيكون ابيض لان بعض الالوان تانية بتدل بترمز لرموز الغازات تانية يعني مثلا الاخضر بيكون بتاعد الارجون بيكون الارجون الاحمر بيكون استلين اه فدي غازات الارصاصي بيكون سانيكسيد كربون فدي الوان بتكون بيميز بيها تمام يبقى انا من على بعد او الحقيقة انت قلت يا مستر بالطريقة الاولى من على بعد بقدرت اتميز اه ان محبس يعلوها محبس من نحاس بالزابط زي مسمنة مسلا او حد بيقول لنا مسلا بدي اسأل سؤال بيقول لي طب ها باقي باقي الاستوانات ما بتضربطش بنحاس نحاس اه باقي الاستوانات بتربط ببعض معه بس نحاس بس مش في كل الاستوانات مش كل انواع الاستوانات هنا استوانات الاستليم بيركون المحبس بتاعها من الصلب مش من النحاس تمام? اه ماشي الفرق بين ليه فرق لات ليه ده نحاس وده صلب. اه لو ركزت مع بعض انا قلت ان هتلاقي في كل الاستوانات او في اغلب الاستوانات اه بيكون المحبس من النحاس اللي بتعبى ويكون فيها معرضة لبخار الماء لازم بتكون المحبس بتاعها هيكون نحاس. ليه يكون نحاس? لان النحاس مقاوم للصدى. محاس مقاوم للصدى. وجود بخار الماء معايا او وجود نسبة الاكسجين معايا فبالتالي هيكون هتكون ايه هتكون بداية او او نقطة البداية لوجود صدى. لان الصدى او عملية تفاعل للصدى بتكون عبارة عن ايه بخار ماء مع مين? مع الاكسجين او الاكسجين. فبالتالي بيكون اه بداية صدى. فلو صدى معايا المحبس وانا بعمل ضغط بكم بار عالي جدا. هي ايه هيحصل تاكل في المحبس. فبالتالي ممكن في اي وقت من الضغط مع الضغط يحصل عملية فبالتالي ده النقطة الاساسية. اللي بتحدد ان انا يكون عندي ايه? محبس نحاس. محبس مصنوع منين? من النحاس. تمام? ده بالنسبة الاكسجين وبالنسبة لسانيوكسيد كربون. برضو في الارجون. تمام? لكن في الاستيلين بيكون مصنوع من الصلب والاستيلين مش هيبكونش فيه نسبة بخار الماء. تمام? دول اول نقطتين فيهم. تابعنا كده كل ده من على بعد يا مستر. انت معربتش. اول ما بتقرب. لما بعرب. بتطرق عليها. هي لها صوت رنان. لها الاكسجين. لها صوت رنان. اما الاستيلين. فهي كتمة الصوت. ملهاش صوت كاتب. ما بينتدش عنها ايه? رنان. اثناء الطرق عليها. تمام? تاب ليه? تاب لي. استوانة الاستيلين. استوانة ما بنفس خامة استوانة الاكسجين. مصنوعة من الصلب المسحوب. طيب التفريقة. ليه? ليه? لها صوت رنان. استوانة الاكسجين ديها صوت رنان. استوانة الاستيلين. اه. كتمة الصوت. استوانة الاستيلين بها بعض المواد داخلها حتى تسمح بالضغط اكتر يعني فيها اسيتون وفيها نشارة خشب فبدأ بيخلي لها صوتها كاتمة الصوت من اثناء الطرق عنها الفايدة في نشارة الخشب ونشارة في الاسيتون الاسيتون مادة زيتية ونشارة الخشب طبعا معروفة مادة ايه خشبية الفكرة من وجود مادة الاسيتون الاسيتون مادة سيلة ما ينفعش اسيبها تطلع معايا اثناء سحب الاستيلين لكن وجودها ليه اساسا وجودها علشان بتمتص الاستيلين مادة الاسيتون بتمتص الاستيلين فبالتالي بتسمح بان انا اقدر اضغط كم اكتر في الاستوانة يعني الاستوانة مثلا اللي هتاخد عشرة متر اقدر اضغطها وخليها تاخد خمستاشر متر ده مثال يعني بالمثال ان انا اضغط فبالتالي تديني ايه عملية تديني سامحية اكتر فان انا اديها كمة اكتر بدل ما تاخد عشرة ليه عشرة لتر اديها ايه اديها خمستاشر لتر طيب اه عشان احافظ بقى على مادة الاسيتون ما تطلعش معايا ما تطلعش معايا ايه والاسيتوبس برضو ما يطلعوش معايا من الاستوانة ايه اللي ايه اللي عملو بنحط بيوضع نشارة خشب عشان تمتص الايه الاستون ايه ده فما يطلعش معايا وتلاحظ الكلام ده معاك اكتر لو انت عايز تجربه بعض الناس تلاقي بي بتلاقي الاستوانة بتاعة البتاجاز برضو موجود فيها اه تلاقيها مطلع اه مادة زيتية كده معايا هو ده هو ده المادة الزيتية فبالتالي ايه انا بحافظ عليها بوجود نشارة خشب فده كل ده بيخلي دايما حاجة في الفراغ تعمل لها صوتر النم اما لما يبقى فيه فيه اه حاجة معايا او 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 اشياء موجودة في المكان فبالتالي ما تخليش للصوت رانين فهو ده اللي بيدي استوانت الاكسجين صوت الرانين ان هي فراغة وما بيهاش حاجة من الداخل غير الاكسجين بس والاكسجين فراغ فبالتالي الصوت ما بتضرب عليه بيعمل ايه ضويق او بيعمل صوت الرانين اما في استوانت الاستلين صوتها كاتم علشان كل الحقيقة اللي احنا اتكلمنا عنها دي اللي وجود دون شرط الخشب ووجود الاسيتون واسيتوبس فيها كمواد اه عملية استجابة او امتصاص الاستلين تمام يبقى دول النوعين التفريقة اللي بينهم وبعض يبقى دي زميلكم ركب الاستوانة وركب المحبس اه المنظم وبيركب بكرة الضغط للتنظيم المنظم بتاعها وده جزء من جزء التجميع من تجميع اه الاستوانة الاكسجين اه اه اتجاه اللحام بتاعي او طريقة اللحام بتاعتي بلحم طريقة اللحام بتاعتي عبارة عن او المصادر الحرارة بتاعتي اللي بتكون عندي عبارة زي ما احنا شايفين بوري اللحام الناتج منه وعملية اللحام اه الناتج منه اللهب اسف اللي بينتج منه اللهب اللهب بيكون نقطة شفت نقطة التمركز البيضة دي هي دي النواة واحنا هنتكلم بعدك شوية عن اه درجات الحرارة لللهب ومناطق بتاعتها يبقى اول حاجة عندي اللهب. واللهب ده بتمركز منه من درجة من النواه بتاعته. بتبتدي تلمس بداية لمس بس اطراف المعدن عندي الخامة. وبتدي يحصل عملية الانصهار مع وجود سلك الاضافة وانا ماشي. فيبتدي ايه يحصل اندماج كامل لمين? لاطراف المعدن بتاعتي. تمام? المشعل او بوري اللحام. اه اتنين المعدن الاساسي. تلاتة دي منطقة اللهب. اربعة المخروط بتاع اللهب نفسه. مخروط اللهب نفسه. اه خمسة بركة اللحام او المنطقة المنصهرة. اسمها بركة بركة اللحام او بركة المنصهرة. اه خمسة او ستة درزة اللحام. المكحام بعد ما برده داخل في حالة التعجن او لحالة شبهة التجمد. اه النقطة اللي بعد كده سلك اللحام. سلك الاضافة نفسها. واتجاه اللحام اللي انا هامشي بيه. سوى ان كنت هامشي تكهكوري او تقدمي. تمام? سوى ان كنت هامشي الورا او لقدام. زي ما احنا هنشوف مسلا زميلكم بينفز عملية اللحام. ازاي? بينفز عملية اللحام ده في وضع من الاوضاع اللحام. واسمه وضع افقي في مستوى النظر. او الوضع الافقي. بيلحم. اه بيبتدي ايه? يشتغل. زي ما انت ايه شفتم كده? ان احنا بيسخم مكان منطقة اللحام. ويبتدي ايه? يدخل بايه? بسلك الاضافة. تمام? يعني احنا لو شوقفنا هنا كده لجزء ثانية. وشفنا هنشوف المنطقة دي. المنطقة دي. المنطقة الانصهار. ويبتدي يدخل بسلك المعدة سلك الاضافة بتاعه. تمام? تعال نشوف اه اجزاء بتاعتنا او المناطق بتاعتنا لاعمال الانصهار بتاعتي. او طريقة او تجزئة الاسلوب بتاعي ده. بيقول اللحام بيكون هو اللحام اللحام بالصهر. اللحام بالصهر. طيب ماشي? او اللحام بالسباك الصلدة. ويتم اضافة ايه? اضافة ايه? صهر المعدن. الاسلاك وسلك اللحام. يبتدي نضيف معايا معدن الاضافة. ويتم فيه ايه برضو? صهر سلك اللحام فقط. يعني انا بس بضيف سلك المعدن الاضافة معايا. ويحصل عملية الانصهار معايا. وانا ايه? وانا شغال اثناء العمل. كده بس ايه بس بعمل عملية انصهار لاطراف المعدن. واضيف سلك الاضافة معايا. تمام? اه مصدر للحرارة. في حالة اللحام. اه مؤسر التكييف. اه طبعا احنا هنا هنختار هو هنحدد الفرج بين استخدام بوري اللحام والاستخدامات التانية من من انواع البوري. يعني انا عندي اشكال انواع البوري اه باشكال كتير. بس اشكال بتاعتها ما تنفعش تماشى معايا في لحام الغاز. اه او في لحام اه الشكل الصاج. وبعض الانواع كده. ما استخدامش تتغل معانا الاشكال البوري بتاع. يعني احنا لو يجينا الشكل البوري او شكل ده بيصم بمدفع. بيصهر بيصهر اه المواسير. وده بيستخدم في مواسير التكييف. وتصيف تضيف معدن الاضافة عندهم ببعد ويطلق عليه في في السوق بسلك الفضة. اه يضيف السلك بتاعه فايجي لعملية ايه? عملية اللحام. لكن شكل البوري زي ما انت شايفوا اللهب بتاعه طالع فارشت مش لهش نواه اه وبقرة اللحام. لا هو بيصهر المنطقة كلها عامة. بيصهر المسورة كلها عامة. ما بيصهرش بقرة نقطة محددة. لا هو بيصهر المنطقة كلها يعني المسورة كلها كده بيعمل عملية انصهار للمسورة كلها وهي ما ايه اللي هي تصهر مع بعضها هيوصلوا كده. فبيصهر كل المنطقة دي. تمام? لكن في اللحام اه في اللحام بتاعنا في بي لازم نكون في نقطة اه اللحن. تعالى اه عملية الصيانة والاصلاحات بتكون بتتم عملية الصيانة والاصلاحات بخلال ايه? بخلال الانصهار في اه في كوري الحدادة ويبتدي اعمل عملية التشكيل باستخدام برضو بوري بتاعنا اللي بنستخدمه. بس هنا ممكن نستخدم البوري نفس البوري اللي احنا اتكلمنا عنه. ده لانه بيفرد معاك اكتر. وبتدي اعمل عملية الاصلاح والصيانة. اه مصدر حرافة عملية الانحانية والتشكيل برضو باستخدم نفس البوري. انا كل ده احنا بنتكلم على البواري اللي هي ايه بتشتغل باشكالها ولها شغلها ايه بيشتغلها معايا بايه? ايه نوع الشغل هشتغلوا بيا. بوري برضو بنفس البوري ده هنشتغل برضو فيه ان انا سخن منطقة في قطعة في قطعة حديدة هيكون هيتم عملية تشكيل لها. والقطعة المعدن تجيلة. فسخن جزء بتاعها وبتدي اعمل عملية التكسيح او التاني زي ما ظهر معنا في الصورة اللي قدامنا. اه الصناعات الخفيفة اه الخفيفة اه والكراسي زي مسلا بعض الكراسي او لف مواسير وكلام زي كده برضو بيستخدم معاها نفس البوري. اما عمليات القطع بقى بيستخدم فيها البوري القطع بتاعنا. وده زي ما ظهر معاك في الصورة كده. وده بيستخدم فيها بيكون لها بور محدد. مزايا اللحان بالاكسستيلين. مزايا اللحان بالاكسستيلين واحد سهل للنقل والحركة. بان انا اشيل المؤدات بتاعته سهلة. وممكن في منها استوانات صغيرة. اقدر اخدها معايا اماكن اعمل في اماكن اتحرك ليها. غير بعض الماكينات والمؤدات ما ينفعش شيلها من مكان العمل. اه تفضل في اماكن محددة بس. والمنتج هو اللازم ان يروح عندها للشغل. اتنين يمكن استخدامها لجميع الاوضاع. احنا تكلمنا في الاوضاع وهنتكلم وهنشرح ايه هي الاوضاع بدأيتنا بتاعت اللحام. اه الاوضاع ان انا اللحم مسلا تصعودي او تنازلي او اه مستقفقي او تركبية او تركبية. كل الاوضاع ايه اللي هلسه هنشرحها معانا بعد كده. تلاتة اه البركة منصهرة او بركة اللحام اه واضحة للحام. اللحام مما يساعدوا عليهم على التحكم في انتاجها. البركة بتاعت اللحام بتاعتي بتكون اه في في مستوى نظري. اه وردتها ريبة مني. اه رؤيتها واضحة. فبالتالي بقدر اه اه اتحكم فيها في ان انا ازودها او اللي ها اخفها او اعمل زيادة فيها اعرضها خليها عريضة شريط عريض اكتر بحيث ان انا اروح بالبسن اللهب بتاع البوري اه في اقصى يمين واقصى اليسار فبالتالي اقدر اجلم اكبر مساحة بعرضية. تمام? فبتحكم في البركة بتاعت اللحام بتحكم في البوري. اربعة يمكن استخدام في منطقة المعزولة والتي ايه? لا يتوفر بها مصدر آآ كهرباء. يعني انا بقدر امسك جزء وآآ في معايا. واثناء عملي بامسك جزء معايا في عادي بقدر اتحكم وامسك الجزء وانا شغال فمش مشكلة عندي خالص ان انا في لكن ممكن يبقى جزء تاني في طيار كهرابي وانت مسك البوري في ايدك المسك البنسة في ايدك في ايد والايد التانية مسكت معدم فبالتالي انت ممكن تكون معرضة للطيار كهرابي يعمل معاك ايه? افلا. يعمل معاك ماس كهرابي. خمسة آآ يمكن استخدام لعمليات القطع الحراري وذلك بإضافة بسيطة وهي تركيب رأس قطع رأس القطع. آآ طبعا آآ لحام اللهب بيتم برضو بيه بيجروا بيه عملية القطع آآ طبعا مع اضافة ان يكون البوري بتاعي بوري قطع مش بوري لحام. وبوري القطع الليه آآ شكله ووضعه هنشرحه برضو في الفترات اللي جاية لكن ده اللي بيميز الاسلوب ده ان انا ممكن اقطع وهلحم بنفس البوري بتاعي او بنفس الاسلوب الواحد. على اختلاف الكهرباء في الام ام ايه مسلا ما ينفعش غير تلحم بس استخدام الكتروت ماشي ينفع غير انه يقوم اللحام فقط لا غير. مينفعش ايه يعمل آآ قطع. برضو نفس الكلام في اللحام في اللحام المقاومة الكهربية مينفعش غير يلحم بس مينفعش يجري عملية القطع. تمام? ولا اللحم الحددي برضو مينفعش يجري عملية الليه قطع باللحم الحددي ولكن لازم ايه يعمل عملية ده اللحم بس وصل بس. تمام? آآ ستة يلحم جميع انواع المعادن. طبعا احنا كنا نتكلمنا شوية او او في الحلقة السابقة. آآ ان احنا الوحد ان الممكن اضيف بسلك اضافة. الحم بي آآ اي المعادن كلها. هلحم ظهر. وهضيف معادن اضافة معايا مثلا زي نحاس. آآ ده يساعدني. لكن الكلام ده في الحامل الكهرباء في الام اما ايه. بيكون صعب جدا. او يقود يكون لا ينفعش خالص. اساسا ان انا اتخدم آآ سلك معدن الاضافة. بيكونش نفس خامة المعدن اللي هشتغل منه. لان انا هلحم الامونيا يبقى لازم ان معدن الاضافة بتاعي يكون الامونيا. هلحم ظهر يبقى يكون سلك بتاعي ظهر مش هينفع يكون آآ سلك ايه نحاس. تمام? آآ لكن بيجوز بعض احيانا انا بيلحم بسلك ستلس بيلحم بيزهر بس بيجدكش جودة اللحام عليها. تمام? آآ ده عشان بس ايه من نقولش ان فيه طب ممكن تستخدم سلك تاني الاضافي. ماشي? لكن في الحام اللحام الاكسستيلين بقدر استخدم سلك اضافة مختلف. لكن انا موجهش هاستخدم سلك الكنحاس. ولا يستخدمه على سلك زهر. على سلك على الحمبي زهر. لا. ده في الام ايه ما نفعش. لكن في اللحام اللحام بالاكسستيلين بينفع. ازاي? لان انا بتحكم في بركة اللحام. فبالتالي باعمل انصهار لمين? لاطراف المعدن. وبعدين اعمل اضافة. بالمعدن الاضافي الجديد اللي انا جايبه. تمام? نفس الكلام كده برضو في الصاج. هنالحم صاج حديد آآ حديد من طريع عادي. هبتدي يلحمه من حاس. هدري اعمل انصهار لاطراف المعدن عادي. ولكن هضيق اضيف اضيف سلك المعدن اضافة مختلف تمام. تمام? ده بالنسبة بس اهم حاجة ان يكون متقابل كيميايا. يعني يكون هيجباله كيميايا. ما ينفعش انه هتكون هجيب معدن مش هيجباله كيميايا فبالتالي هيكون اه صعب في انه يعمل تجانس في اللحام. تمام? سبعة تكلفة المالية غير مرتفعة. ما عنديش تكلفة عالية. ما بيرفعش تكلفة تكلفة المؤدات والخامة بتاعتي. وان انا اجري عملية اللحام تكلفة مش عالية. تمانية متعدد الاستخدام. فهو مصدر حرارة لان اه لأي لحام الموادني والجزدير والعملات اللحاني والتشكيل كل دي بتبقى ايه باستخدمها معايا او استخدم بيها فيها فبدياني ميزة عن باجي انواع المصادر بتاعتي. تمام? يبقى تعدد الاستخدام فهو مصدر الحرارة مصدر الحرارة موجود عندي سواء ان كنت هلحم بيه آآ آآ ألمونيا جزدير آآ نحاس آآ اي حاجة هعمل عملية التشكيل سواء كان حانيا او ثاني او اي انواع من انواع عملية التشكيل تمام يبقى دي ايه متعدد الاستخدام عيوبه كل حاجة في الدنيا لهم ميزاته عيوبه كل حاجة في الدنيا لهم ميزاته لهم فعيوب الاسلوب ده انا لحام بلوكسستيلين ايه واحد لحام بطيء ما بينجس بسرعة مش تمش عامية اللحام بسرعة بيكون بطيء ستة لا يستخدم اللحام للسمكات اكثر من ستة ميلي طبعا ما نفعش اللحام به سمك عقلي لان اللحاب بتاعي مش بدرجة اللحام بالكوس الكهربي لحام بالكوس الكهربي الطيار الكوس الكهربي بيكون قوي بيقزف الموجات الكهربائية او الاينات الكهربائية فبالتالي بتعمل صدام بين طرف الموجة وبطرف السالف يأثر من عمية انصهار من قوة اندفاع الطيار الكهربي تمام لكن انا عندي هنا نتيجة احتراق لهب موجود عندي فبالتالي مش هيقدر او مش هيديني جودة عالية في اللحام وهيديني تكلفة عالية في حالة ما ان انا ايه اكون بلحم سمكات او سمك عالي تخانة عالية فمش هينفع معايا وهيبتدي اعلى معايا في التكلفة علشان الحم تخانة عالية يبقى لازم ان هعمل شنفريه اه شنفريه هيبتدي عشان اوصل جزر المعدن في اخر جزر المعدن وبعدين اعمل ملو وبعدين بعمل ملو هعمل برضو مش هقدر اجيب في جزر المعدن الانصهار الكافي المعايا اللي يديني اندماج كافي لي مين لجزر المعدن كامل فبالتالي مش هيديني جودة لحم عليه فعشان كده هو ما بيديش لحم ما بلحمش ازياد او اللي يستخدم في السمك الاعلى من ستة ملي ونص مثلا او ستة ملي واربعة من عشر تمام ثلاثة خطورة التعامل مع غاز الاستيلين حيث يميل الاستيلين عنده ضغطه يبدأ من ايه من اتنين بار الى الانفجار يعني ما ينفعش ضغط ازياد من اتنين بار فبالتالي ممكن يقرد اعرض لخطورة وكده اثناء تعرضه لدرجة حرارة دمدأ دي عيوب اللحام عندنا ويقولنا واحد البط اتنين اللي يستخدم في السمكات التخينات العالية ثلاثة الخطورة التعامل مع غاز الاستيلين اما اجزاء بتاعتنا بقى عشان نتعرف الاسلوب بتاعنا نتعرف كامل كنا عرفنا وشرفنا على المنظم لكن هنشرحه بالتفصيل الجزء المنظم دلوقتي احنا هنتعرف تعرف كامل على الاجزاء بتاعتي اللي بتكون عندي اول حاجة واحد عندي الاستوانات استوانت الاكسجين اثنين استوانت الاستيلين استوانت الاكسجين هو ما يزهلي باللون هنا دلوقتي باللون الاخضر والاستوانتة الإستلين باللون الأصفر تمام؟ لاتة منظومات الضغط منظومات الضغط سواء كان المنظم المثبت على الاوكسجين او استوانتة الإستلين زي مسلا بيجي سؤالنا سؤاله أو بيجيس سؤال من زملين لكم بيقول ايه فايدة منظمات ايه فايدة المنظمات دي يمستر المنظمات دي زي ما احنا ان شاء الله نشرحها دلوقتي المنظم بيعمل على قياس ما داخل الاستوانة وما خارج الاستوانة. يعني ما داخل الاستوانة وما خارج الاستوانة. الاستوانة بتاعتي مضغوطة زي احنا كنت بنتكلم دلوقتي مسلا في انها بده ضغوطة باتنين ضغط بار. اتنين ضغط بار جاء للايه? للاستوانة. مضغوطة اتنين بار. طيب اه انا عايز اعرف ايه الكم من الاستوانة. انا اشتغلت منها النهاردة كم الشغل مسلا حوالي ساعتين تلات ساعات زمن شغل منها. فعايز اعرف الموجود جواها كام علشان هشتغل بها جزء تاني هل هتقضي معي شغل ده ولا مش هتقضي معي هناخدها شغل برا في برا الموقع وهاخد الاسطوانة وهشتغل مدة تلات اربعة خمس ساعة هتحل الاسطوانة هتكفي معها هتكفيش اه اعرف ازاي هعرف من قرية الاسطوانة لان من المنظمات لان المنظمات فيها عددين عداد بيقيس ما داخل الاسطوانة يس الغاز اللي جوه الاسطوانة وعزداد بيس الخارج كم الغاز الخارج من مين من الاسطوانة علشان اقدر اتحكم فيه انا مش هفتح الاسطوانة واسيب كمل غاز من دفع علي بالتالي يعمل الضغط اللي انا فتحه كامله هيتخلي الخراطين تطير وكده بالتالي تبقى عرضة لحدوث اه مشاكل تمام يبقى انا عندي اه الحاجتين المنظمات بتعمل على حاجتين الاساسيين هو السفيحة على تالتة هتعمل عليها يبقى عندي عداد العددين بيجيس داخل الاسطوانة وعداد بيجيس مخارج الاسطوانة بعدين تنظيم عملية الخروج يعني ايه تنظيم عملية الخروج التحكم في عملية الخروج كل ما اعمل عملية ضغط اكتر في اه اضغط اكتر في الاسطوانة اه في المنظم فبالتالي بيدي سماحية لخروج غاز اكتر يعني ايه الكلام ده تاني يعني انت بتربط على على المنظم بتربط سنة انت لو حالي خالص مش هيخرج غاز مش هيخرج غاز لكن وانت باول مدرد ما تربط سنة بيبتدي الغاز دي يبتدي ايه يزيد كل ما تربط هيزيد كم الغاز للضغط اللي انت عايزه وهكزا تمام دول ايه فكرة عمل او 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 الهدف من وجود المانومتريات او المنظمات الضغط تمام احنا شرحها بالتفصيل معنا بعد دي كان لبقى احنا اخدنا اول نقطة عندي استوانات الاكسجين اتنين استوانات الاستيلين تلاتة منظمات الضغط اربعة الخراطين خراطين بتاعتي وهي خراطين من الغاز اه بتصنع من مطاط والياف اه نسجية بعدها فجيها تاني تكس بطبجة تانية مطاطية هنبقى برضو نتعرض لها ان شاء الله في الشرح بعد كده اه خمسة مشعل اللحام او بور اللحام ستة اسلاك اللحام سبعة مساعدات الصهر خامانية الادوات المساعدة انت مصطر بتقول مساعدات صهر واح انت متكلمش عنها خالص وادوات ماشي الادوات تكلمنا عنها قولنا ان احنا نحتاج جونتي ندارة زهر التشكيل سندال اه كل دي ادوات مساعدة لقط كل دي ماشي لكن ايه العناصر ايه ايه المساعدات الصهر دي مساعدات الصهر دي بتكون من ضمن برضو اللي احنا كنا نتكلم ان اللحام باللوكسستيلين بيعطاه لحام كميائي باستخدام غاز الاستيلين او غاز لوكسجين ومعاه مساعدات صهر. مساعدات الصهر مواد كيميائية بتضاف او بتضاف معايا على اسناء عماية اللحام. ازاي? يعني انا مسلا بسخة اه وانا بيبتدي اشتغل اللحام اه هلحم نحاس بيبتدي اغرب سلك الاضافة معايا ياخد شوية حرارة اروح ارايح به على البودرة مجرد ما حطه البودرة المادة المنصهر او مواد مساعدة لانصهر هتلاقيها مسكت على مين? على السلك بتاعك. بتدي تشتغل ينزل المادة بتاعته تنصهر هي معناه فتعمل مساعدة صهر في مين? في منطقة بركة لحام فتعمل على جودة لحام عليها. تمام? ودي مساعدات الصهر. كيف يعرفنا هي ايه ادوات معايا? واعرفنا الاجزاء بتاعتنا. قلنا واحد الاستوانات سواء كانت لوكسجين او الاستيلين. اتنين اه تلاتة اه واحد لوكسجين اتنين الاستيلين. تلاتة منظمات الضغط. اربعة الخراطيم. خمسة مشعل اللحام او مشغل اللحام. والي هو بور اللحام. ستة اسلاك اللحام. سبعة مساعدات الصهر. تمانية الادوات المساعدة. تمام? احتياطات السلامة العامة اثناء اللحام. في احتياطات لازم من قبل ما اخش ابتدي اشتغل اللحام. لازم ايه اكون عندي الاحتياطات ديت. اعمل حسابي فيها كويس جدا. وابتدي ايه? اتأكد منها. واحد التأكد من سلامة اجزاء اللحام بالاوكسستيلين. اه من اجزاء اللحام بالاوكسستيلين. اه الاجزاء بتاعتي تكون كلها مزبوطة. مفيش مسلا بوري في مشكلة المنظم بتاع المفتاح بتاعتي بتاعت المنظمات اللي في البوري تييلة. عايزة تتخف. اه مش كويسة. اه حدي. فبالتالي لازم ان تكون معك سهلة او سالسة. بحيس ان انا في حالة ما عايزة اه انهي شغل او ابدا شغل تكون سهلة في البداية او سهلة في التعامل. الخراطيم بتاعتي بتراجع عليها. ما فيهاش حيطة مطوعة. ما فيهاش اي مشاكل. تلفيات. اه منظمات الضغط بتاعتي كويسة. دي كله اسمها التأكد من سلامة اجزاء اللحام بالاوكسستيلين. اجزاء بتاعتنا كلها. اتنين التأكد من خراطيم الغاز سليمة وبعيدة عن اي مصادر الحرارة. يعني بعيد نبعد الخراطيم بتاعتنا عن مصادر الحرارة. تلاتة التأكد من سلامة موافر الغاز وبين اه ويعمل بشكل سليم. يعني ان الحاجات بتاعتي بتشتغل بوضع سليم. نظافة اي شحوم او زيوت اه على صمام على صمامات الغاز. فيش اي شحومات او اي زيوت على على المفاتيح بتاعتي او الصمامات بتاعتي. خمسة اللي تستخدم المطارقة في في الربط الدقة اه رسطوانة يعني وانا بربط رسطوانة ماستخدمش شاكوش اه بالطرق على ايه على رسطوانة عشان تربط على المفتاح. يعني انت مفتاح بتاغبها بتربط. عايزة في تقفل سنتين تييلة كده شوية جامد. ممسكش مطارقة او شاكوش وعمل طرق وطرق على مين? على المفتاح. لان الكلام ده هيقدي لخطر جامد. تمام? ستة تأكد من وجود اه حوض ماء قريب من مكان العمل لتبريد التمرنات المنفذة. يعني بحط جايما جنبية. فيه يكون جنب التسجيب بتاعتي. وانا شغال حوض تبريد مية. حوض به في مية. ابرد الخامة بتاعتي او المنتج بتاعي او تمرين بتاعي بعد ايه الانتهاء من عملية التمرين. من عملية اللحام. اه سبعة ابعاد الاشياء القابلة للاشعال من مكان اللحام. ما ينفعش احط في مكان اللحام مواد مشتعلة قريبة من مشتعل. زيود شحومات اه مواد بيترولية. اه كسر كسر خشب اه 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 اي حاجة كده اثناء بتكونش قريبة من مكان اثناء العملية اللحام وفي منطقة اللحام ما تكونش حيات زي كده موجودة. تمانية لا تضع على الطاولة العمل الا العدد الضرورية. لغير قابلية الاشتعال. يعني اه ما حطش عندي قدامي اي حاجة اه قدامي. يعني حط الشاكوش قدامي وبالتالي شاكوش يد بتاعته ان كانت خشب او مطاط. اه وانت باللهب البتاعي فيبتدي ايه يعمل ايه يايس يايس ايح ان كانت مطاط او حرق الخشب ان كانت خشب فبالتالي ما حطش على الطاولة قدام مني على التسجيع قدام مني اه ايه احطش قدام مني اه مواد قابلة الاشتعال او اي معدات ملهاش لازمة يعني ملهاش ضرور الشغل ملهاش طبيعة عمل. احط الحياة بتاعتي بس اللي انا احتاجها سواء كان لط او بنسة او حياة زي كده اه ده الحياة تكون جنبية اه غير كده مثلا الحياة اللي مش 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 هستخدمها فبالتالي ما ما تكونش جنبية احطاف مكان مخصص لها. تمانية لتضع على الطاولة ايه عدد تسعة تأكد من ضبط ضغط الغاز المناسب يعني بضغط غاز مناسب لشغلي انا هضغط ايه هاجر عملية لحام فبالتالي بقى بيكون ايه زابط الاستوانات بتاعتي على منسوب اللحام على اللحام اه كافي او بالضغط الكافي للحام اما لو كنت هاطع فبالتالي بعمل عملية ضغط اكتر اه حسب ايه طبيعة او الوضع اللي يحتاجه اللحام مني او يحتاجه القطع مني. تمام? اه عشرة لا تلعب بلهب البوري الا لانه قد ايه يسبب في حدوث كارثة او او مخاطر كثيرة تمام? يعني انا باللهب ما مسكش البوري اللحام و اه لا اه انت مركز في منطقة عمل فقط لا غير مع نهاية العمل هروح قافل وطافي وكده هعرفك امتى نفتح ونفتح الاول ونطفي الاول وكده تمام? هنتكلم مع بعض مع بداية العمل وبداية الشغل اه 11 غلق اه سمامات بوري اللحام وابرة بوري اللحام وذلك بعد الانتهاء من اعمال اللحام او القطع اه ويجب غلق شبكات الاستغانات وتبريد البوري اه يعني ايه الكلام ده? بص احنا هنبتديها عكس هنبتديها عكس انا هفتح البوري ازاي? اول ما هفتح البوري بفتح سنة استليم بسيطة. بفتح سنة استليم بسيطة. ومفتاح الاستليم او محبس او صمام الاستليم بيكون دايما هو الاسفل من تحت. اه تمام? وبعديها اه بيكون في المتناول الايد اكتر الاكسجين. التاني قدام منه الاستليم. فافتح الاستليم. سنة الاستليم. وابتدي ايه اعمل اشعال من خلال ولاعة او اي حاجة زي كده. اولع بيها. تحدث ايه اه تمتدي اعمل معايا الشرارة. اه يولع اللهب بتاعي بس يولع نسبة استليم وعالية فتلاقي الكربون اه مكربن ويبتدي يطلع ايه بكده ايه سود معاك. ابتدي افتح الاكسجين شوية شوية. فافتح الاكسجين شوية شوية افتحش الاكسجين مرة واحدة. فبتدي رح طافي معايا البوري. تمام? يبقى دي طريقة الفتحة. وابتدي ازبط اللهب بتاعي زي ما هنتقلم بعد كده على الانواع اللهب. تمام? دي طريقة الفتحة. طب طريقة الغلق. انا خلص شوية. وهخلص. واقفل اقفل ازاي? هقفل الاول الاستليم. خالص? واقفل بعده الاكسجين. فبالتالي ايه من تأكد ان الاكسجين ان ما فيش استليم جوا. عشان ايه الكلام ده? لان انت لو طفيت الاكسجين الاول وارد ان البوري سف. يعني سف. اللي تلاقي الشرارة بتاعتي دخلت لجوة. اللي هستدعى مرور لجوة. رغم ان انا موجود عندي حاجة اسم ماشيك بالف مانع للدخول. لكن بواجي الغاز اللي هتوجب فهبتدي تحرك معايا ايه الغازات للكلام اللورة. يبقى انا اعمل حسابيات كده. يبقى انا وانا باشعل هفتح السلين الاول. بعدين اشعل. اعمل عنديات الاشعال من خلال ولاع. بعدين تلاتة ابتدي اضيف الاكسجين. واحدة بواحدة بزيادة بزيادة. لحد ما اوصل للهب المطلوب. وهعرف بعد كده انواع اللهبات في الحرقات القادمة ان شاء الله. اما هغلق. هغلق ازاي? هكفل الاستلين في الاول. واكفل بعدينه الاكسجين. عشان اتأكد ان اي جزء من الاستلين تم طرده برا بوري اللحان بتاعي. تمام? وبعد كده ابتدي ايه بوري اللحان بتاعي اكيد سخن في حض التبريد اللي عندي احطه في المياه. مع فاتح السلين اكسجين بسيطة عشان تعمل عملية تبريد الاكتر. وبسيطة وتكفل على كده. ويبقى كده انا ايه? عملت عملية الاغلق. يبقى انا عرفت ازاي بفتح وازاي بغلق. تمام? هنتعرف بعد كده مع بعض بايال حلقات ان شاء الله. على ايه? ازاي انواع اللهاب وانواع الحياة. ازا كده. ودي كده نصلنا معاكم لهاية حلقاتنا. لكم مني كل التمينات بالتوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة